على لسان النبي قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إذن النفع والضر هي بيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال لنبيه قل لا أملك لنفسي يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هذا ما قاله الله تعالى على لسان النبي قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إذن النفع والضر هي بيد الله سبحانه وتعالى وكل هذه بمشيئة الله إلا ما شاء الله ثم قال ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وهو من وهو النبي عليه الصلاة والسلام إذن ما دون النبي فهو أولى بأنه لا يملك النفع ولا الضر إذا كان هذا قول النبي وهو ما أيضا قاله الله تعالى لنبيه قل يا محمد لا أملك لنفسي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالهم وأصيب بالغم وأيضا أدمي عليه الصلاة والسلام وطرد وأوذي كل هذه حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يعلم بما سيكون أو ما سيحصل له فقد أصيب بالهم وأصيب بالغم عليه الصلاة والسلام ولذلك يأتي التفريج له من الله وهو النبي المرسل فكيف بأولئك الذين يتوجهون إلى الأولياء ويعتقدون فيهم ويظنون أنهم ينفعون ويضرون ثم يأتون من بلاد بعيدة فيذهبون إلى صاحب القبر أو إلى مكان محدد فيظنون ويعتقدون بأنه ينفع ويضر ولذلك أيضا جاءت في آية أخرى في قولي تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إذن هذه الآيات فيها دلالة واضحة على النفع والضر أنها بيد الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة